شكراً سيد الرئيس السيد الرئيس النص المقترح من جانب الدول العربية والإسلامية في الل 25 هو نص إنساني وهو يسعى لتحقيق ثلاث مسائل بسيطة أولاً وقف القتال ووقف إطلاق النار ثانياً توفير الإغاثة الإنسانية الطارئة للمحاصرين في غزة وثالثاً منع المزيد من الترحيل لأكثر من 2 مليون في غزة محاصرين بين القصف الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية السيد الرئيس المشاركون في تقديم الل 25 كانوا في منتهى التحاوط بالنسبة للصياغة المستخدمة في الل 25 الوثيقة أو النص لم يدن إسرائيل بالاسم وكان ذلك تصرف معتدل من جانب مقدم مشروع القرار لو طلعنا على الأوضاع على الأرض بالقصف الإسرائيلية بالقنابل المتواصلة لعشرين يوم ضد الفلسطينيين العزل بسبعة ألاف من القتل رجال ونساء نصفهم من الأطفال قتلتهم إسرائيل في العشرين يوم الأخيرة سبعة عشر ألف مصاب 1.1 مليون فلسطيني نازح وفدحت الجرائم المرتكبة من جانب إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني من الفضاعة بما كان لدرجة أنه من المستغرب أنه عندما يتقدم صديقي من كندا بالتأكيد على تسمية منظمة حماس والإشار إليها بالإسم أنه لا يشعر بالحاجة على سبيل الإنصاف والتوازن وكندا معروفة بها أنه لا يشعر بالحاجة لتسمية إسرائيل لمقتل سبعة ألف فلسطيني وجرح سبعة عشر ألف حماس فقط ينبغي أن يشار إليها هل هذا توازن يقول أنه ينبغي أن نسمى نسمي ما ينبغي أن يسمى نحن نرى أن إسرائيل ينبغي أن يشار إليها بالإسم لو توخينا العدالة والإنصاف والتوازن لا ينبغي أن نشير إلى جانب دون الآخر ولو عدنا إلى مسألة من بدأ نحن جميعا نعرف من بدأ إنها خمسين عام من الاحتلال الإسرائيلي والإسرائيل والقتل للفلسطينيين بإفلات من العقاب هذا هو الذي بدأ الأمر والدفع بالناس إلى الظروة وهم قطعا سيأتون برد فعل وهذا ما قاله الأمين العام هذه المسألة لم تأتي من فراغ انظروا إلى رد فعل ما فعلته مقالته إسرائيل بإهانة الأمين العام أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الحقيقة ولا العدلة ولا يستطيعون أن يواجهوا واقع ما فده أن الجريمة أصلا هم الذين بدأوا بها الاحتلال الإسرائيلي هو الخطيئة الأصلية لما حدث في السابع من أكتوبر تشرين السبب الحقيقي هو احتلال فلسطين السيد الرئيس لم يكن الغرض من جانبنا أن نشير بالاسم إلى أي أحد في هذا النص الزميلي من كندا يقول أننا لا نتحدث عن الرهائن أننا نتحدث عن الرهائن بطريقة متوازنة بالإشارة إلى إطلاق الصراحة كل من هم محتجزين رغم إرادته ليس الإسرائيليون فقط محتجزون بل الفلسطينيون كذلك وهم بشر ولهم حقوق ولو ركزنا على إسرائيل فقط ونسينا الفلسطينيين لأنهم مختلفين هل هم ناس أقل شأن لو كانت كندا تتوخ الإنصاف والعدالة تفقت في الرأي إما أن نسمي الجميع من الطرفين المتهمين بارتكاب جرائم أو لا نشير بالاسم إلى أحد منهم كما اخترنا في أل خمسة وعشرين لا نشير إلى أحد منهم لو تم اعتماد أل ستة وعشرين باكستان ستسحب المشاركة في التقديم الأل خمسة وعشرين وسنجين كل هجمات إسرائيل القوة المحتلة تجاه الشعب الفلسطيني المحتل أتمنى أن تطاح الفرصة في الوقت المناسب لأنها فعل ذلك ولكن أناشد كل الدول الأعضاء هنا ندائي إليهم هو اللا يؤيد التعديل الكندية المتحيز غير المنصف وغير العادل ألا ألا تتحيز ضد الفلسطينيين وألا تبرز هذا التحيز ضد الفلسطينيين الوقعين تحت الاحتلال لأكثر من خمسين عاماً إما أن يشار بالاسم إلى الاثنين أو لا أحد نطلب وقف القتال الإسرائيليون ذهبوا على الأرض اليوم في غزة هذا الوقع سيصاعد الأوضاع وهذا سبب الأحرى للجمعية العامة أن تصوت على مشروع القرار هذا لوقف القتال وهذا السرع وهذا ما يتعين علينا أن نفعله بعد ظهر اليوم شكراً سيد الرئيس شكراً